نظمة قياد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية بمناسبة التسليم العقود المؤمنة للمتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة يتذلك في إطار حرص قوات المسلحة على المشاركة في قطة الدولة تجاه تنمية سيناء لما كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود مش منعنا ومش حيمنعنا أن احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية أنا بس حبينا أن احنا بيبقى منتبهين أول ده ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصرين أن احنا بلدنا وبنخلي بلنا منها وحنحافظ عليها ومحدش هيقدر يأخذها من لنا أحنا أولاد البلدين أخذنا بيتها عشان تعدين أحنا أهل سيناء بنبني فيها للمهار أحنا سد اللي ناضل أهل سيناء بها الفراغل واللي قرب منها دي لبلو الأرض نار في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وأعمار شبه جزيرة سيناء للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن نظمت قيادة قوات شرق القنال مكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 2022 بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أركان حرب عاصم جمع عشور قائد قوات شرق القنال مكافحة الإرهاب نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسق الرئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بكافة مناح الحياة وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكافة المواطنين أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء فيما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة استعرض خلالها التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص مما يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائد للتصدير كما ألقى لواء أركان حرب حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة السياسية لدعم كافة مقاومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء مشيرا إلى تقديره لتضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناح الحياة كما وجهت تحية لأبناء سيناء وكافة محافظات القناة لدورهم الوطني تجاه وطنهم الحبيب معربا عن سعادته بتلك اللحظة التي تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء أعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء شمال سيناء وبرسعيد والإسماعيلية والسويس وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق القرال احتفالا بتلك المناسبة طبعا بنشكر القيادة السيسية والرئيس المبسالة في الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي النهضة في مصر وانا بقول مش راعي النهضة بس ده راعي الأمن والأمان في مصر الحبيب النهاردة بنأدين عقودنا وأمنا لينا ولا عيالنا وللمستقبل البهر إن شاء الله البلدنا الحبيب مصر بشكر كل القادة السياسية وبشكر كل الناس اللي ساعدونا وبشكر الجيش اللي جابنا هنا وسلمنا العقادة ده يعني بناء على إن دي سمرة سمرة كبيرة جناها وهي خدمها من عرض احنا كل الشكر والتقدير باسم أهالي شمال سيناء بنشكر السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية على المجهودات والتنمية اللي حصلت في شمال سيناء ودي يمكن هتنفع أولادنا وأولاد أولادنا واحنا من كل قلوبنا بنجعل السيد رئيس الجمهورية لن ربنا يوفقه يا شعب مصر في عقود وحفظ ملكية محدش هيقول لك لا دي مش أرضك لا أنت أطلع منها دي أنسى احنا الناس كلنا واحد واحنا دي أرض اسماها أرض دم الشهداء أرض دم الشهداء من أيام الفراعنة بوابة مصر الشرقية ونقول في عقود وفي حفظ ملكية لها لمصر كلهم ودي بداية التنمية طالما في أرض ونت ملكتيني واسمها الأمان ما أمان دي الأمان فوجد الأمن ودي التنمية النهاردة بنقول شكرا يا رئيس لأن احنا صبرنا حرب على الإرهاب وبعدين معاناة مع الإرهاب وسينين عجاف صبرنا كل ده لأن احنا هويتنا مصرية وانتماءنا مصري احنا نبتات طبيعية نبتت في أرض شمال سينة شكرا يا رئيس لأن صبرنا ما راحش سدى شكرا يا رئيس عشان لو العالم كله النهاردة هيجيس الفرحة اللي في جلبي مش هيبه العالم كله بكل الفرحة اللي فيه يساوي الفرحة اللي في جلبي النهاردة أنا فخورة إن رئيسي عبدالفتاح السيسي كل شيء برفسينا غالي أرضها ملهش ماسير شمسها وضحكة نهارها ونور أمرها فليل طاويل شوف بساطة أهلها شكرا يا رئيس عشان 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 شكرا يا رئيس عشان